بسم الله الرحمن الرحيم والمدينة كمال بالجود أن برنامج السكنات في طور الإنجاز حاليا والمتضمن أزيد من 682 ألف وحدة سكنية يسير بوطيرة جيدة ولا يعاني من أي عائق قد يؤثر سلبا على أجال التسليم وتتمثل هذه الوحدات في 273 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار عدل 217 ألف مسكن عمومي إيجاري 114 ألف مسكن بصيغة التساهم والترقوي المدعم إلى جانب حوالي 22 ألف سكن ترقوي عمومي وحوالي 55 ألف سكن ريفي كما كشف الوزير عن الانطلاق في إنجاز 87 ألف وحدة سكنية بمختلف السياغ في سنة 2019 منها أكثر من 29 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار عدل وأزيد من 18 ألف مسكن بصيغة الترقوي المدعم وأضاف بالجود أنه يرتقى باستيلام ما يقارب 160 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل عبر مختلف الولايات حيث أكد الوزير أن البرامج السكنية تسير بوتيرة حسنة في مختلف السياغ مثمنا الجهود المبدولة من طرف كل المتدخلين وفي نفس السياغ أصدأ السيد الوزير كل التعليمات والتوجيهات قصداء التجند من الآن لتهيئة كل الظروف التي تسمح لضمان دخول المدرسي 2020-2021 في ظروف جد حسنة حيث يرتقى باستيلام 694 مؤسسة تربوية منها 417 ابتدائية و167 متوسطة و110 ثانوية و1324 مرفق شبه مدرسي منها 467 مطعم مدرسي وأقسام التوسيع مقدرة ب1453 وحدة و136 مطعم نصف داخل لفائدة التعليم المتوسط والثانوي و22 مراقب مدرسية و66 مرفق رياضي و34 قاعات إعلامي و145 وحدة للفحص والمتابعة الصحية و71 ملعب رياضي كما سيتم برمجة لقاءات دورية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في الأخير إخواني لا تنسوا الاشتراك في الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إلى اللقاء